اهم مؤتمر رابعا لسي انتيت في عام 1936 في الاول من مايو في سر قسطة باسبانيا انضم الاتحاد الوطني للعمال الى الرابطة الدولية للعمال مفهوم البناء للثورة اولا اعطي كل شخص ما تتطلبه احتياجاته دون وجود قيود اخرى في اشباعه غير تلك التي تفردها امكانيات الاقتصاد ثانيا نطلب من كل شخص اقصى مساهمة لجهوده حسب احتياجات المجتمع مع مراعاة الظروف المادية والمعنوية لكل فرد تنظيم المجتمع الجديد بعد الحدث الثورية اولى اجراءات الثورة ألغيت ما يلي الملكية الخاصة والدولة ومبدأ السلطة وبالتالي الطبقات التي تقسم المستغلين والمستغلين المظلمون وظالمون بمجرد توطين الثروة اجتماعيا ستكون منظمات المنتجين الاحرار مسؤولة عن الادارة المباشرة للانتاج والاستهلاك بمجرد ان يتم تأسيس الكومونة الاناريكية في كل منطقة سنبدأ الالية الاجتماعية الجديدة سيحدد منتج كل فرع او تجارة المجتمعين في نقاباتهم وفي مكان العمل بحرية الطريقة التي سيتم تنظيمها بها سوف تستولي الكومونة الحرة على ما كانت البرجوازية تحتفظ به من قبل مثل الطعام والملابس والمواد الخام وأدوات العمل يجب توفير أدوات العمل والمواد الخام هذه للمنتجين حتى يتمكنوا من إدارتها مباشرة لصالح المجتمع في المقام الأول ستهتم الكوميونات بإيواء جميع سكان كل منطقة بأقصى درجات الراحة مع ضمن الرعاية المرضى وتعليم الأطفال سيكون جميع الناس مستعدين للوفاء بالواجب التطوعي الذي سيصبح حقا حقيقيا عندما يعمل الإنسان بحرية لتقديم مساعدته للمجتمع فيما يتعلق بنقاط قوته وقدراته وستفي الكومون بواجبها لتلبية احتياجاتهم بالطبع من الضروري أن نخلق من الآن فصاعدا فكرة أن الأيام الأولى للثورة لن تكون سهلة وأنه سيكون من الضروري لكل شخص بذل أقصى جهد واستهلك ما تسمح به إمكانيات الإنتاج فقط تتطلب كل فترة بناءة التضحية والقبول الفردي والجماعية وليس خلق صعوبات في إعادة بناء المجتمع الذي سنقوم به جميعا بالاتفاق المتبادل خطة تنظيم المنتجين خطة التنظيم الاقتصادي في أي مظاهر من مظاهر الإنتاج الوطني سوف تكيف مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي الأكثر صرامة والتي يديره المنتجون مباشرة من خلال هيئات الإنتاج المختلفة المعينة في الجمعيات العامة لمختلف المنظمات والتي يتم التحكم فيها في جميع الأوقات كقاعدة في مكان العمل في الارتحاد في الكومونة في جميع الهيئات التنظيمية للمجتمع الجديد المنتج والفرد كخلية كحجر الزاوية لجميع الإبداعات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية كهيئة علاقة داخل الكومون وفي مكان العمل ورشة العمل ومجلس المصنع بالاتفاق مع مراكز العمل الأخرى بصفتها هيئة علاقات النقابية اتحاد المنتجين فإن مجالس الإحصاء والإنتاج والتي ستستمر في الاتحاد فيما بينها لتشكيل شبكة من العلاقات المستمرة والوثيقة بين جميع المنتجين في الاتحاد الإيبيري في الميدان كقاعدة المنتج في الكومونة التي سيستفيد من جميع الموارد الطبيعية للترسيم السياسي والجغرافية كجسمن العلاقات فإن مجلس الزراعة التي سيكون جزءا منه عناصر فنية والعمال من أتحادات المنتجين الزراعيين مسؤول عن توجيه تكثيف الإنتاج مع تحديد الأراضي الأكثر ملاءمة له وفقا لتركيبها الكيميائي ستؤسس مجالس الزراعة هذه نفس شبكة العلاقات مثل مجالس الورشة والمصنع والإنتاج والإحصاء لتكملوا الاتحاد الحر الذي تمثله الكومونة باعتباره ترسيمة سياسيا واتقسيمة جغرافية كل من أتحادات المنتجين الصناعيين وإتحادات المنتجين الزراعيين سوف تتحد على المستوى الوطني طالما أنها فقط في الدولة التي نفذت التحول الاجتماعي إذا واجهوا هذه المعضلة من خلال نفس عملية العمل التي تلقوا تعليمهم فيها ورأوا أنها مناسبة لتحقيق التنمية المثمرة للاقتصاد وبالمثل فإن الخدمات التي تميلوا خصائصها إلى القيام بذلك عن طريق تسهيل العلاقات المنطقية والضرورية بين جميع الكوميونات إلا السلطوية سوف تتحد بنفس المعنى نحن نقدر أنه بمرور الوقت سيكون المجتمع الجديد قادرا على تزويد كل كومونة بجميع العناصر الزراعية والصناعية اللازمة لاستقلاليتها وفقا للمبدأ البيولوجي الذي ينص على أن الشخص أكثر حرية في هذه الحالة الكومونة الأقل حاجة للآخرين الكوميونات الأناركية وعملياتها الفرد والكومونة والاتحاد ستكون الإدارة مجتمعية بطبيعتها وبالتالي فإن أساس هذه الإدارة سيكون الكومونة ستكون هذه الكومونات مستقلة وسيتم توحيدها إقليميا ووطنيا من أجل تحقيق الأهداف ذات الطبيعة العامة لم يستبعد حق الاستقلالية واجب لامتثال الاتفاقيات التعايش الجماعي التي لا يتم تقاسمها من خلال التقييمات البسيطة والمقبولة من حيث الجوهر وهكذا فإن كوميونة المستهلكين دون قيود طوعية سوف تتعاهد بالالتزام بتلك القواعد ذات الطبيعة العامة التي بعد مناقشة حرة تم الاتفاق عليها من قبل الأغلوية من ناحية أخرى فإن تلك الكوميونات التي حرمانا من التصنيع توافق على أنواع أخرى من التعايش مثل العرى والمتجردين وغيرهم سيكون له الحق في إدارة مستقلة منفصلة عن الالتزامات العامة نظرا لأن هذه الكوميونات العار العارية أو أي فئة أخرى من الكوميونات لن تكونوا قادرة على تلبية جميع احتياجاتهم مهما كانت محدودة فإن مندوبيهم في مؤتمرات الاتحاد الإيبيري للكوميونات الفوضوية المستقلة سيكونون قادرين على الدخول في اتفاقيات اقتصادية مع المجتمعات الزراعية والصناعية الأخرى في الختام نقترح إنشاء الكوميون ككيان تنسيق اجتماعي عام وإداري ستتمتع الكوميون بالحكم الذاتي وتتحالف مع باقي الكوميونات سوف تتحد الكوميونات إقليميا وإقليميا وتضع حدودها الجغرافية حسب الرغبة عندما يكون من المناسب توحيد المدن الصغيرة والقرى والأماكن في كومون واحدة ستشكل مجموعة هذه الكوميونات إتحاداء بريال الإكواميونات للسلطوية المستقلة من أجل الوظيفة التوزيعية للإنتاج وحتى يمكن الرعاية الكوميونات بشكل أفضل يمكن إنشاء تلك الهيئة التكملية التي تهدف إلى تحقيق ذلك على سبيل المثال مجلس كوان فدرالي للإنتاج والتوزيع مع تمثيل مباشر لإتحادات الإنتاج الوطنية ومؤتمر الكوميونات السنوي المهمة والتشغيل الداخلي للمجتمع يجب على الكومونة أن تهتم بما يهم الفرد سيتعين عليه الاهتمام بجميع أعمال تنظيم وترتب وتجميل السكان من مساكن سكانها من المواد والمنتجات التي وضعت في خدمتك من قبل النقابات العمالية أو جمعيات المنتجين كما ستتعامل مع النظافة وإحصاءات المجتمع والاحتياجات الجماعية والتعليم والمؤسسات الصحية والحفاظ على المرافق الصحية وتحسينها وسائل الإعلام المحلية ستنظم العلاقات مع الكوميونات الأخرى وستحرص على تحفيز جميع الأنشطة الفنية والثقافية من أجل تحقيق هذه المهمة بالشكل الصحيح سيتم تعيين مجلس مجتمعي يضم ممثلين عن مجالس الزراعة والصحة والثقافة والتوزيع والإنتاج والإحصاء يتم تحديد إجراءات انتخاب المجالس البلدية وفقا لنظام يتم من خلاله تحديد الاختلافات التي تنصح بها الكثافة السكانية مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر سيستغرق وقتا لإدفاء لا مركزية السياسية على المدن الكبرى وتشكيل إتحادات الكوميونات معها كل هذه المناصب لن يكون لها أي طبيعة تنفيذية أو بيروقراطية بصرف النظر عن أولك الذين يؤدون وظائف فنية أو مجرد وظائف إحصائية فإن الآخرين سيؤدون مهمتهم أيضا كمنتجين ويلتقون في جلسات في نهاية يوم العمل لمناقشة الأسئلة التفصيلية التي لا تحتاج إلى مواثقة المجالس المجتمعية تعقد المجالس عدة مرات حسب ما تقتضيه مصالح الكوميون بناء على طلب أعضاء المجلس المحلي أو بناء على إرادة سكان كل منها العلاقات وتبادل المنتجات كما قلنا سابقا منظمتنا فيدرالية بطبيعتها وتضمن حرية الفرد داخل المجموعة والكومونة وحرية الكوميونات داخل الاتحادات وحرية الأخير داخل الاتحادات القارية ننتقل إذن من الفرد إلى المجتمع نضمن له حقوقه في الحفاظ على مبدأ الحرية غير الملموسة سيناقش سكان الكومونة فيما بينهم مشاكلهم الداخلية الإنتاج والاستهلك والتعليم ونظافة وكل ما هو ضروري للتطور الأخلاقي ولياقتصادي للكومونة في حالة المشكلات التي تؤثر على منطقة أو مقاطعة بأكملها يجب على الاتحادات التداول وفي الاجتماعات والتجمعات التي تعقدها سيتم تمثيل جميع الكوميونات التي سيقدم منذبوها وجهة المظر التي تمت الموافقة عليها مسبقا فيها على سبيل المثال إذا كان عليهم بناء طرق أو ربط مدن المنطقة معا أو مسائل النقل وتبادل المنتجات بين المناطق الزراعية والصناعية فمن الطبيعي أن تقدم جميع الكوميونات معاييرها حيث يتعين عليهم أيضا تقديم مساعدتهم في المسائل ذات الطابع الإقليمي ينفذ الاتحاد الإقليمي الاتفاقيات وستمثل الإرادة السيادية لجميع سكان المنطقة حسنا لقد بدأ في الفرد ثم انتقل إلى الكومونة ومن هناك إلى الاتحاد وأخيرا إلى الاتحاد وبنفس الطريقة سوف نأتي إلى مناقشة جميع المشاكل الوطنية لأن منظماتنا استكمل بعضها البعض ستنظم المنظمة الوطنية العلاقات الدولية كونها على اتصال مباشر ببروليتاري البلدان الأخرى من خلال منظماتها الخاصة والمرتبطة مثل منظمتنا بالرابطة العمال الدولية من أجل تبادل المنتجات من الكومونة إلى الكومونة ستقيم المجالس البلدية علاقة مع الاتحادات الإقليمية للكومونة ومع المجلس الكون فدرالي للإنتاج والتوزيع مطالبة بما يحتاجون إليه وتقديم ما تبقى من خلال شبكة العلاقات التي أقيمت بين الكومونة ومجالس الإنتاج والإحصاء التي شكلتها الاتحادات الوطنية للمنتجين يتم حل هذه المشكلة وتبسيطها فيما يتعلق بالجانب المجتمعي تكفي الرسائل من المنتج وتصدر عن الورشة ومجالس المصانع وتعطي الحق في الحصول على ما يلزم لتغطية جميع احتياجاتهم يشكل خطاب المنتج بداية علامة التغيير والتي ستخضع لهذين العنصرين التنظيميين أولاً أنها غير قابلة للتحويل ثانياً أن يتم اعتماد إجراء يتم بموجبه تسجيل قيمة العمل في الرسالة بوحدات يوم العمل وتكون لهذه القيمة مدة صلاحية قصاها سنة واحدة لأقتناء المنتجات بالنسبة لعناصر السكان السلبين ستزودهم المجالس البلدية بخطابات الاستهلاك بالطبع لا يمكننا وضع معيار مطلق يجب احترام استقلالية الكومونات والتي إذا رأت ذلك مناسباً قد تؤسس نظام تبادل داخلي آخر بشرط إلا تضر هذه الأنظمة الجديدة بأي حال من الأحوال بمصالح الكومونات الأخرى واجبات الفرد تجاه الجماعية ومفهوم العدالة التوزيعية تتعارض الأناركية مع أي نظام تصحيح وهي حقيقة تشير إلى اختفاء نظام العدالة الإصلاحية الحالي وبالتالي أدوات العقاب السجون السجون إلخ تصور هذه الورقة مفاهيم أن الحتمية الاجتماعية هي السبب رئيسي لما يسمى بالجرائم في الوضع الحالي وبالتالي بمجرد اختفاء الأسباب التي أدت إلى الجريمة في معظم الحالات سوف تتوقف عن الوجود وبالتالي فإننا نعتبر أولاً أن البشر ليسوا سيؤين بطبيعتهم وأن الجريمة هي نتيجة منطقية لحالة الظلم الاجتماعي التي نعيشها ثانياً من خلال تلبية احتياجاتهم وإفساح المجال أيضاً لتعليم عقلاني وأنساني يجب أن تختفي هذه الأسباب لهذا السبب نفهم أنه عندما يفشل الفرد في أداء واجباته سواء في النظام الأخلاقي أو في وظائفه كمنتج فإن المجالس الشعبية هي التي تقدم بحث متناغم حلاً عادلاً للقضية لذلك ستؤسس لأسلطوية عملها الإصلاح على الطب وعلم الطربية والوقاية الوحيدة التي يعترف بها العلم الحديث بهذا الحق عندما يحاول فرد ضحية الظواهر مرضية ضد الانسجام الذي يجب أن يسود بين الناس فإن العلاج الطربوي سيهتم بعلاج اختلال توازنه ويحفز فيه الشعور الأخلاقي بالمسؤولية الاجتماعية الذي حرمه منه بشكل طبيعي الميراث غير الصحي السؤال الديني سيتم الاعتراف بالدين وهو مظهر ذاتي بحت للإنسان بمجرد أن يظل من زوعة إلى خيمة الضمير الفردي ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتباره شكلاً من أشكال التباهي العام أو الأكراه الأخلاقي أو الفكري سيكون للأفراد الحرية في تصور العديد من الأفكار الأخلاقية التي يرونها مناسبة مع اختفاء جميع التقوس دفاع عن الثورة نعترف بضرورة الدفاع عن الفتوحات التي حققتها الثورة من المفترض أن الرأس ماليتهم لم تستسلم للوترودمن المصالح التي اكتسبتها على مدار الوقت لذلك ما دامت الثورة الاجتماعية لم تنتصر على الصعيد الدولي سيتم اتخاذ التدابير اللازيمة للدفاع عن النظام الجديد أما ضد خطر الغزو الرأس مالي الأجنبي المذكور أعلاه أو لمنع الثورة المضادة في الداخل يشكل الجيش الدائم الخطر الأعظم على الثورة لأنه تحت تأثيره كانت الدكتاتورية ستشكل لضربها بشكل قاتل في لحظات النضال عندما تنضم قوى الدولة كليا أو جزئيا إلى الشعب فإن هذه القوى المنظمة ستقدم مساعدتها في الشوارع لهزيمة البرجوازية بعد أن أتقنت هذا ستكون قد انهيت عملك سيكون الشعب المسلح أكبر ضمانة ضد أي محاولة لإعادة النظام الذي دمرته جهود من الداخل أو من الخارج هناك آلاف العمال الذين ساروا عبر الثكنات وهما يعرفون التقنيات العسكرية الحديثة أن يكون لكلكمون أسلحتها وعناصرها الدفاعية لأنه حتى يتم توطيد الثورة بشكل نهائي لن يتم تدميرها لتحويلها إلى أدوات عمل نوصي بضرورة الحفاظ على الطائرات والدبابات وشاحنات المدرع والمدافع رشاشة والمدافع المضادة للطائرات حيث يكمن الخطر الحقيقي للغزو الرأس مالي الأجنبي في الجو إذا وصلت هذه اللحظة فستتحرك المدينة بسرعة لمواجهة العدو وتعيد المنتجين إلى مواقع العمل بمجرد أن ينجزوا مهمتهم الدفاعية في هذه التعبئة العامة سيتم فهم جميع الأشخاص المناسبين للإقتال من كل الجنسين والذين يستعدون لها من خلال تنفيذ المهام المتعددة المطلوبة في القتال ستكون كوادر الدفاع الكون فدرالية الممتدة إلى مراكز الأنتاج من أهم المساعدين لترسيخ انتصارات الثورة وتدريب المكوناتها على النضالات التي يجب أن نحافظ عليها في الدفاع عنها على مستويات كبيرة لذلك نعلن أولا يتطلب نزع السلاح من الرأس مالية تسليم الأصلحة للكوميونات التي ستكون مسؤولة عن الحفاظ عليها والتي ستهتم على المستوى الوطني بتنظيم الوسائل الدفاعية بشكل فعال ثانيا في الإطار الدولي سيتعين علينا القيام بدعاية مكففة بين البرولية تارية في جميع البلدان حتى يرفعوا احتجاجه من نشط معلنين حركات تضامن في مواجهة أي محاولة غازو من قبل حكوماتهم في نفس الوقت سيساعد اتحادنا الإي بيري للكوميونات الفوضوية المستقلة معنويا ومادية جميع المستغلين في العالم على تحرير أنفسهم إلى الأبد من الوصال